عرض رسمي وصل النادي الاهلي بخصوص لاعب من اللعيبة بتوع احد لاعب الفريق الاول لقرة القناة في النادي الاهلي في عرض رسمي وصل ده العرض الرسمي الوحيد اللي وصل اللي لعيب جوه النادي الاهلي هقولك عليه دلوقتي هتقول يوم مال ايه موضوع بيرسي تاو موضوع بيرسي تاو ان فيه كلام مستمر للناس تقولك القصة بازل بتاعة الخلود السعودي لا الكلام لسه مستمر مع المسؤولين في النادي الاهلي والكلام بخصوص أرقام والأهلي تقريبا تقريبا تبقى اللي عرفته يعني طالب 3 مليون دولار وده رقم مبالغ فيه والنسبة في لعب عقده في النقص فيه سنة اللي هو بيرسي تاو لكن لسه المفاوضات شغالة قبل ما يباعت العرض الرسمي بالمقابل اللي حيتم الاتفاق عليه بين الطرفين الأهلي والخلود إلا لو ما حصلش اتفاق خالص لشحة باعة العرض لكن اللي بأكد على حضرتك بخصوصه إن هناك تواصل مستمر ما بين إدارة نادي الخلود السعودي أصلاح حديثة دول روشن السعودي مع إدارة النادي الأهلي بخصوص بيرسي تاو لكن كورا عرض رسمي وصل للنادي الأهلي ما وصلش التواصل على المستوى الرسمي لكن مش من خلال عروض رسمية طب من اللاعب اللي في النادي الأهلي اللي جاله عرض رسمي بالفعل أليو ديانج عرض رسمي بالفعل وصل للنادي الأهلي في الساعات الاخيرة عرض رسمي بخصوص طلب التعاقل مع عليو ديانج الاسمين اللي انا وصلت له من الدورة السعودي خلاص العرض من الدورة السعودي تمام لكن عرض السعودي رسمي احدى الفرق المهتمة بالديانج في العرض الرسمي تقريبا تقريبا من الفيحاء السعودي الفيحاء الخلوط برضو يعني الخلوط فيه اهتمام اللي انا متأكد منه زي ما بتكلم محرارك دلوقتي ان فيه عرض رسمي من الدورة السعودي وصل للنادي الاهلي وبيتم دراسة الموقف دلوقتي في النادي الاهلي تحديد الطلبات العرض اللي وصل للنادي الاهلي ما فهوش القيمة المالية يعني ما تحطش رقم ما تحطش رقم للنادي الاهلي عشان يشتري النادي السعودي قال يو ديانج خلاص فالناس بتقولك انتو طلباتكم ايه ده في العرض اللي وصل للنادي الاهلي طلباتكم ايه فالاهلي بيدرس الموقف وبالمناسبة ينجل هو السنة برضو في عقده عقده يخلص مع نهاية الموسم الجديد فالناس في النادي الاهلي بيدرسوا الموقف وبعدين هيحددوا الطلبات بتاعته خلاص ويبقى بقى فيه التفاوض والمراحل المختلفة فيه التفاوض الرسمي ما بين النادي السعودي والنادي الاهلي يعني فيه نادي اخر مهتم بس ما بعدش عرض رسم خلاص كده فده بخصوص موضوع اه اليو اه ديانك اه فيه مدافع شغال عليه الناس في النادي الاهلي شغال عليه مدافع اجنابنا تبقى المعلومة اللي عندي بخلاف المفاوضات لسه مستمرة مع اياد العسقلاني مع النادي الروسي بس لسه فيش حسم في الموضوع اللي اتحسم هو يوسف ايمن زي ما شوفه لنا بديل في عدارة سكاوتينج شغالة ذاتي عنا بتجيب بديل لكلر عشان ياخده منه الموافقة بخصوصه فبترشح بعض البودلاء خلاص كده دي اهم الاخبار في النادي الاهلي بالمناسبة اه نادي زمالك مهتم جدا بعبد الرحمن شيكا عبد الرحمن شيكا وحصل تواصل من احد اعضاء مجلس ادارة النادي البارزين المنوطين بملف كرة القدم في النادي مع وكلاء اللاعب اللي هما سيد مرعي واميدو حزين عبد الرحمن شيكا ده لعب اطلاع على الجيش اه وهو اصلا معار من الانتاج الحربي للطلاع وبصراحة لعيب جيد وعنده امكانيات مميزة جدا جدا فيه طبعا جايله عارض من فيوتشر وعارض من مصر البورسعيدي لكن نازة مهتم جدا وحيبقى فيه جلسة مع اللاعب وكلاءه خلال الايام القريبة مجبلة هتقولي ازا ماك ماقوف كده ازا ماك ماقوف كده ابل كده جاء الله عشر حد واشر صفقة بعد ماكده اتحل ماكده اتحل طبعا في اي وقت